حذرت الجزائر من أن الشرق الأوسط وفلسطين بشكل خاص واجهان عنفا متفاقما بسبب تصاعد العدوان الصهيوني وتوسعه إلى لبنان وسوريا مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع قال في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصة لبحث الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية قال إن ممارسة الاحتلال تشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار الإقليمي إضافة إلى الأمن والسلم الدوليين مضيفا أن الاحتلال الصهيوني يتصرف بموجب الحماية التي يتمتع بها من المسائلة على مدى أكثر من عام الشرق الأوسط وفلسطين بشكل خاص يواجه عنفا متفاقما يتصاعد العدوان الإسرائيلي الوحشي بشكل يومي ويتوسع إلى لبنان وسوريا وغيرها مشكلا تهديدا للاستقرار الإقليمي بالإضافة للسلم والأمن الدوليين نشهد اليوم أن مجتمعات بأكملها تواجه الموت المجاعة والتجويع والأمراض وعرضا مدمرة بحيث يصبح القانون الدولي دون أي معنى الإطار الذي بناه أسلافنا ما بعد الحرب العالمية الثانية يتهاوى أمام أعيننا غير قادر على الوقوف في وجه قوة إسرائيلية محتلة تتم حمايتها من المسائلة وتتمتع بإفلات كامل من العقاب ونعيش في عالم حيث القوة تسود على الحق لان